السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. طبعا كلنا عارفين ان شركة اعلنت ان ويندوز عشرة مش هيستقبل اي تحديثات امان بعد انتهاء الدعم الرسمي. لا ما حدركش شايف كده ان تاريخ انتهاء الدعم الرسمي هو اربعتاشر اكتوبر الفين خمسة وعشرين. طبعا في ملايين من الناس لسه بتستخدم ويندوز عشرة. والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا. هل لازم نسيب ويندوز عشرة فورا وننتقل لويندوز حداشر ولا ممكن نكمل عليه بامان نسبي. في الفيديو بتاع نهاردة بيزن الله اشارك معكم اهم الخطوات والنصائح اللي لازم تعملوها لو نوين تفضلوا على ويندوز عشرة. تابع معي الفيديو. الخطوة الاولى اللي انت هتعملها تفتح المتصفح الخاص بك. وبعد كده تكتب كلمة ويندوز عشرة. وبعد كده تضغط على تنزيل صورة قرص ويندوز عشرة. ملف ايزو. طبعا احدث نسخة موجودة على موقع ميكروسوفت. طيب ليه انا بعمل كده? لان حضرتك النسخة ديت هيتم رفعها من سيرفرات ميكروسوفت. طبعا دي نسخة اصلية من الصعب ان انت تلاقيها في اي موقع تاني. لو حضرتك دخلت على موقع هتلاقي ان النسخة اصبح صعب ان انت تحملها. طب هننحملها ازاي? تبدأ طافي الموقع. تمام? في اي جزء فاضي تضغط على كلمة آآ فحص بعد ما عملت كليك يمين. وتنتظر لحديث ما تظهر معاك بالصورة دية. تبدأ تروح رايح فوق على شكل اللي هو الموبايل. تضغط عليه. تمام? وتنتظر. لما تظهر معاك الدايرة اللي هي الرصاصي دي. تبدأ تقف على الموقع. تضغط على تحديث. هتنتظر لحين تحديث الموقع. بعد التحديث هتقفل بقى اللي هي الخانة بتاع الفحص. ترجع مرة تانية للموقع. هتلاقي الاصدار امكانك ان انت تحمله. تبدأ تضغط على داول لود. اللي هو الويندوز عشرة. تبدأ تضغط على تأكيد. هيبدأ يتحقق. هيقول لك اختار اللغة. اختار اللغة اللي انت حابب ان انت تتحمل بها. انا مسلا هختار اللغة العربية. هضغط على تأكيد. هيتم اتحقق من صحة الطلب بتاعك. وبعد كده هيبدأ يقول لك انت عايز تحملها نسخة باتين وتلاتين بيت ولا اربعة وستين بيت حسب نوع الجهاز الخاص بي. فانا هختار اربعة وستين بيت. زي ما هرقش شايف كده هتبدأ النسخة معايا في الديولود. طبعا كل اللي مطلوب منك في الوقت ده هوت ان انت تحتفظ بالنسخة دي في مكان امن. لان النسخة دي مش هتبقى موجودة مرة تانية في السيرفرات بتاع ميكريسوفت لو حبيت ان انت تحملها هتحملها من مواقع غير موصوكة. الخطوة التانية اللي انت هتعملها ان انت تروح رايح على قيمة ستارت. وبعد كده على الاعدادات. تنتظر الاحين الاعدادات ما تفتح معك تبدأ تنزل على التحديثات والامان. تمام? وبعد كده تروح رايح على ويندوز ابدت. تضغط عليه. تتأكد طبعا ان انت تعمل تحديث لاحدث اصدار. يعني حضراتك هتبدأ تنزل كل التحديثات اللي موجودة على موقع موكريسوفت زي ما حضرك شايف كده. لازم تحملها لان التحديثات دي من الصعب ان انت توصل لها مرة تانية. لو حضرتك لاحظت كده هتلاقي بيقول لي يعني انتهي دعم ويندوز عشرة في اكتوبر الفين خمسة وعشرين. يعني انت لازم تحدث النسخة الخاصة بيك لاحدث اصدار موجود. نزل كل التحديثات اللي موجودة. الخطوة اللي بعد كده ان انت هتروح رايح على اللي هو الانت فيروس الخاص بالويندوز اللي هو ويندوز دي فندر. تبدأ تفتحه. بعد ما تفتحه هتروح رايح على الجدار اللي هو شكل الدرق. تنزل تحت. تبدأ تعمل حاجة اسمها تحقق من وجود تحديثات. تبدأ تحدث الانت فيروس الخاص بيك لاحدث اصدار موجود. لازم تحدثه. لان بعد كده التحديثات دي هتبقى من الصعب ان هي توصل لها. الخطوة اللي بعد كده ان انا هخليك تقدر تمدي تحديثات الامان الخاصة بالويندوز الخاص بيك مدة سنة كمان لحد يس سنة آآ الفين سبتة وعشرين. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي تضغط على قائمة ستارت وبعد كده تروح على الاعدادات الخاصة بجهاز الكمبيوتر. وبعد كده تروح رايح على الحسابات. وبعد كده تروح رايح على النسخ اللي احتياطي. تضغط عليه. تبدأ تفعل الخيارات ديت. زي ما حارك شايف كده. وبعد كده ترجع خطوة الورا. وتروح رايح على التحديثات والامان. لازم في الوقت ده تكون منزل كل التحديثات الامنية الاخيرة على الجهاز الخاص بيك. زي ما حارك شايف كده بيقولك ينتهي دعم ويندوز في اكتوبر الفين خمسة وعشرين. يقولك سجل في التحديثات الامنية المستعى للمساعدة في الحفاظ على امان جهازك. طيب في الوقت ده لازم تكون مسجل بحساب ميكروسوفت. يعني لازم تكون مسجل حساب ميكروسوفت الخاص بيك على الجهاز. وفي نفس الوقت تكون منزل كل التحديثات الأمنية الأخيرة عشان الموضوع ينجح معها. بعد كده تعمل عملية ريستارت الجهاز الكمبيوتر هيبدأ يظهر معاك اللي هي تسجيل الآن. تمام؟ تبدأ تضغط على تسجيل الآن هتنتظر زي ما خارج شايف كده بيقولي التسجيل في التحديثات الأمان الموسطعة للتمتع بالأمان. هو طبعا هيديني سنة مجانية. كل انت هتعمله تضغط على التالي وهتنتظر زي ما خارج شايف كده بيقولي إضافة هذا الجهاز مطلوبة للحصول على تحديثات الأمان الموسطعة. هو بيقولي ان تحديثات الأمان الموسطعة ديت هتنتهي في 13 أكتوبر 2026. زي ما خارج شايف كده بيقولي بدون تكلفة إضافية فأنا هبدأ أضغط على إضافة جهاز عشان أدي تحديثات أمان لجهازي لمدة سنة كاملة بالمجان. الموضوع ده قبل كده كانت ميكروسوفت بتمنحه للأجهزة بتلاتين دولار في السنة زي ما خارج شايف كده بيقولي سيحصل هذا الجهاز الآن على تحديثات الأمان الموسطعة حتى 13 أكتوبر 2026 هبدأ أضغط على تم تمام كده هوت زي ما خارج شايف هتبدأ تظهر بقى معايا الرسالة تم تسجيل الكمبيوتر الشخصي للحصول على التحديثات الأمنية الموسطعة يعني معنى كده إن جهازي هيفضل يوصل له دعم وتحديثات أمان لمدة سنة لحدية سنة 2026 الخطوة دي عشان تنجح محاك لازم حضرك تكون محدث جهازك لأحدث الزار موجود وفي نفس الوقت تكون مسجل بحساب ميكروسوفت تكون نسخة الوندوز الخاصة بيك اللي هي نسخة ويندوز عشرة 22 الخطوة اللي بعد كده إن انت تروح رايح على لوحة التحكم الخاصة بيك تضغط عليها تمام وبعدها تروح رايح عند حاجة اسمها استرداد تضغط عليه تمام وتبدأ تشغل حاجة اسمها فتح استعادة النظام وفيه تحتي حاجة اسمها تكوين استعادة النظام هتبدأ انت تروح على اللي هو تكوين استعادة النظام تمام وتبدأ تروح رايح على القرص المحلي اللي موجود عليه نظام الويندوز. تمام كده هوت. طبعا ممكن حضراتك تلاقي هو مغلق. كل اللي انت هتعمله تبدأ تعمله عملية تشغيل. وبعد كده تعمل نقطة استعادة لجهازك. بحيث انه لو حصل اي مشكلة على الجهاز تقدر ترجع لقبل حدوث هذه المشكلة. فانا طبعا عملت نقطة استعادة قبل كده بستهوري لحضراتك ازاي تنشئ نقطة استعادة مرة تانية. تبدأ تضغط على انشاء. تمام? تبدأ تسمي نقطة الاستعادة دية بالاسم اللي انت حبه. بعد كده تضغط على انشاء. هو هيبدأ يعمل لك حاجة اسمها انشاء نقطة استعادة. هتنتظر لحين انشاءها. زي ما حضركم شايف كده تم انشاء نقطة الاستعادة بنجاح. تبدأ تضغط على كلمة موافق. طيب لو فرضنا بقى ان في مشكلة حصلت على جهازك وانت عايز تعمل له عملية استعادة للنظام قبل حدوث هذه المشكلة. طبعا انت كنت عملت نقطة استعادة. تبدأ تضغط على فتح استعادة النظام. زي ما حرق شايف كده. تبدأ. اختيار نقطة استعادة مختلفة. تضغط على التالي. هيبدأ يظهر لك نقطة الاستعادة اللي انت حضرتك عاملها على جهاز الكمبيوتر. طبعا اخر نقطة استعادة انا عاملها باسم كريم. كل اللي انت هتعمل وتضغط على التالي. التالي وهيبدأ جهازك يعمل عملية ويرجعلك جهاز الكمبيوتر لنقطة الاستعادة اللي انت عملتها بدون المشكلة ما تكون موجودة. الخطوة دي مهمة جدا عشان تحفظ جهازك من اي مشكلة تتعرض بها. من اهم الخطوات اللي انت مفروض تعملها عشان تأمن جهازك ان انت تروح رايح على اللي هو الانتيفيروس وتبدأ تفعل حاجة اسمها الحماية من فيروس الفيدية. طبعا الفيروس ده بيدخل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويشفر الملفات وبعد كده بيتطلب منك مبالغ كبيرة مالية تدفعها عشان يفك لك التشوير. طيب هنعمل الحاجة دي ازاي? هتروح رايح على شكل الدرق. اضغط عليه. تبدأ تنزل لتحت. تلاقي حاجة اسمها الحماية من برامج الفيدية الضرة. تبدأ تعمل حاجة اسمها دارة الحماية من برامج الفيدية الضرة. تضغط عليها. تبدأ تفعل الخيار ده. تضغط على نعم. تمام? وبعد كده تبدأ تختار الحاجة اسمها المجلدات المحمية. تضغط على نعم. وبعد كده تبدأ تضيف المجلدات اللي انت عايز تحميها من آآ آآ هذا الفيروس. ممكن حضرك تضيف مجلدات او تضيف برتشنات كاملة. زي ما حراك شايف كده. انا ممكن اختار آآ اي برتشن من البرتشنات. واحميها. ممكن حضرك تختار كل البرتشنات عشان تحميها من آآ فيروس الفيدية. بعد ما تحدد اللي انت عايزه تبدأ تضغط على تحديد مجلد. هتلاقي حضرتك الضاف. زي ما حراك شايف كده انا ضيف كل برتشنات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. حوفا من هي تصاب بفيروس الفيدية. آآ ويتطلب منك بعد كده ما بيلا غمالية من الصعب ان انت تدفعها. طبعا حضرتك لو نفزت الخطوات اللي انا زخرتها في الفيديو دي. هتستطيع ان انت تحمي جهازك. وتستطيع ان انت تستمر في استخدام ويندوز عشرة بدون اي مشاكل. وانت في امان. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. لو عجبك واستفدت منه ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.